السلام عليكم أهلا بنات أم سيها سعيدة نتمنى تكونوا نكامل لباس بصحة جيدة بإذن الله اليوم في كهنا جوجع الكويزين نعطيكم درس مفصل بشرح الممل لوصفة القريوش الوردة يجيكم مورق وطري ومقرمش شوى نفس الوقت وصفها نجحة 100% بزاف أخوات يلقاوا في ثغبات في تحذير هذا القريوش سواء في تحذير العجينة مهما يديروا وما ينجحش معهم إذن نعطيكم أسرار هذا الوصفة بداية من العجينة وطريقة التشكيل أو العجن أو يعني فيها بزاف خطوات وأسرار يجيكم بهذا الطريقة يجيكم بهذا الشكل قريو الشراقي وصفة يعني بخزن تابل لتوالم كل المناسبة إذن نخليكم مع طريقة التحذير عندي كوب تحاسما ذوبتوا بلعني خليتوا يبرد هكذا تشوفوا لحظوا الطبقة الملتحت فيها الماء يعني الكيلة تعكم هذا هو يعني الأخطاء اللي ندروهم تحسبوا أنتم تحسبوا كلا هما في الحقيقة مدرتوش كلا كاملة يعني خاص أصبح هذا الكيميا إذن نعوضوها بملعقة صغيرة من المارغارين مارغارين تكون طريقة يعني يمكن حتى السمن تعكم يمكن تعوضوه ولكن كي تذوبوه خليوه في الثلاجة شوفوا طبقة الماء اللي فيها وعوضوها هكذا تكون الكيلة تعكم كاملة ضبط لهذا المارغارين عفوا لهذا السمن والمارغارين الفانيليا فانيليا سائلة يمكن نديروها أيضا فانيليا بودرة نكيلكم 800 غرام من الفانيليا بالأكواب هكذا اللي ما عندهاش الميزان توزن بالكوب ههو الكوب الأول يعني في الكل كيلة أولا حسبت 5 كيلات 5 كيلات ونصف يعني 5 أكواب ونصف هاذ الوصفة ولكن بشرط أنكم تكونوا غربلتها جيدين هكذا تدخلوها كمية كبيرة من الهواء إذا نضفت لها 10 غرام خميرة الحلوية يعني كيس كامل نبدأ ونبسوها بهذا الطريقة كما لاحظتوا السمن اللي درناه درناه هو بارد يعني ذوبته وخليته يبرد الخطوة الموالية هو أنكم الماء الزهر اللي راحين تلمو بها هاذ العجنة دفي واحد شوية هكذا مايتحببش ولا هاذ الفانيليا متشكلش حبيبات هندي هنا بيضة كاملة خلطوها يعني ما تضيفوهاش مباشرة يعني حذاري لبنات ما تضيفوهاش مباشرة لالفارينا خلطوها مع ماء الزهر يعني ماء الزهر مع ملعقة صغيرة من الخل بعد ما تخلطوه جيدا تضيفوه للعجنة يعني خليط الفارينا ويسمن فقط بهذا الطريقة أكيدا راح تلاحظوه يوجد حبيبات في هذا العجنة ولكن ما يقلقوكمش نبدأ إذا ننلم هذا هو الكوب الأول لخليط ماء مازهر لم جيدا هذا العجنة القوامة تحصلوا عليه العجنتاكم ما تطاروهاش بزف يعني هذه النصيحة السر من أسرار وصفة القريوج إلا خليطوا العجنتاكم قطرية يعني راح تقبنكم ما تساعدكمش في الخدمة يعني درت في الكل كوب ونصف خليط ماء وماء الزهر في الأخير نخلط ملعقة صغيرة هالما بالملح يعني لازم تضيفو الملح لهذا الوصفة ذوبوه حاولو تذوبوه في العجنة وعجنوها جيدا حوالي خمس دقائق يعني وصفة القريوجش إلا حبيته ينجح معاكم لازم أدلك باليد بهذا الطريقة خمس دقائق ما فيهاش يعني تحصلوا على قريوش رائع مباشرة إذن نقسم هذا العجنة إلى أربع كوريات بهذا الشكل لأنه راحين نخليو هذا العجنة ترتاح نغطوها بالفيلم البلاستيكي والبابييفين نخليوها ترتاح مدة يعني أكثر من ساعة يعني مهما تخليطوها ساعة هي ملحة إلا خليطوها أكثر تكون أحسن من عجنوهاش كما قلت وقت كبير فقط خمس دقائق هنا نخدموها بالحلال بهذا الطريقة ونمروها في المشينة يعني الرقم الأغليظ فيهم كامل نبدأون على جنوبها يعني نبسطوها بهذا الشكل هكذا تسهل علينا هذه العملية ونمروها في الآلة وكل مرة نطبيوها بهذا الشكل هكذا تتعجن أمليح وكامل هذه كل حبيبات يبقى هنا في العجنة يروحوا يعني ننصح تعجنوها من الأحسن بالآلة ليس بالحلال بعد ما عجلناها إذن جيدا نديرها الميزينة أو نشاء الثرة بهذا الطريقة هكذا تتورق معنا نكروا هذا العملية يعني زوج خطرات في الأول إذن نمروها في الرقم الغليظ كامل بعد ذلك نعودو نمروها في رقم أربعة نكملو برقم سبعة هنا عندي شارت يعني قطحت شارت عشرين على عشرة يعني استعينوا بهذا القطعها مسبقا يعني كارتونا حسبوا من الطول والعرض عشرة على عشرين يعني ما تترقوهاش يعني ما تمروهاش في الأخير في الرقم الآخر كامل عكذا ما تجيكم شارتقيقها بزف بعدها إذا عندكم هذا الجرارة حسبوا سبع خطوط بهذا الشكل يعني ديروا سبعة خطوط يعني الطريقة سهلة جدا بعدها حاولوا تحلوها بهذا الطريقة ولكن فقط بهدوء كذا ما تقطعوهاش يعني طريقة تشكيل سهلة إذا تبعتوا هذا الخطوات أكيد تحصلوا على نفس النتيجة أو أحسن نطعوها على زوج بهذا الطريقة نسقموها بعدها نعود أيضا نطعوها ونضغط في الأطراف كذا ما تتحلش قطعوا الأطراف بهذا الشكل يعني الزوائد بعدها كيلو نقيسو أسبوعين يعني نقيس أسبوعين قلويو وفي الأخير نسقوها ببيض بيضة نعود أكيد مكهمتوش مليح نزيد نشكلكم واحدة أخرى يعني بعد ما شكلت المستطيع العشرين على عشرة نحلو نحلوها بهذا الطريقة نطعوها على الزوج بعدها على أربعة قلت لكم ما ضعته على الأطراف نحلو الزوائد لأنها هي الطريقة عودوا للفيديو هكذا تفهموا إلا أحبتوا تحضروا هذا الوصفة هي توالم جميع المناسبات حتى تديها العروسة وتخدمها للنفسة تخدمها في الدار للأعياد أنا صراحة حضرتها نهار العيد إذن بعد ما شكلت من الأحسن من تخليوها اشترتاح بزاف يعني غير تكملوا كمية أقلوها خاصة إلا كنتوا في زوج يعني في زوج في الدار العملية أتسهل معاكم غير تديروا كمية رحوا أقلوها الزيت حكم تكونوا سخنتوها جيدين بعد ذلك نقصوا للنار كتحطوها غير تتلع من الفوق ابدوا تدوروا فيها يعني من الأحسن الزيت غازرة أنا هنا طيبت في المقابة في الكاسرونة إذن درزين كاسرونة يكون أحسن بلو بخاتيك يعني تجيكم العملية سهلة يعني نطيب بالحبة أنتم يمكننا تديروا كاسرونة كبيرة تديروا زوج ولا ثلاثة حبة تقدروا تحكموا فيهم ويجيكم طياب ملاح هنا يمكن تخليوها بلون فاتح أو طيبوها ملاح يعني يكلوا واحد كما يحب ها هي إذن النتيجة العسيلة تحكم ما تكون خفيفة ما تكون ثقيلة بزاف عسلوها بهذا الشكل ما شي تحطوها في العسيلة تظلوا تدوروا فيها لأنه راح تتقطع حطوها في طرف يعني ننصحكم ما تديروش بزاف عسيلة غير كمية قليلة حطوها وبدأوا تعسلوها بملعقة فقط وفي الأخير ديروا لها الجلجلان يعني عسلوا فقط الكمية يعني كو حابين تاكلوها يمكن تخليوها في وقت الحاجة تستخنوا العسيلة تعودوا لها يعني تعودوا تعسلوها وتجيكم وتحافظ على القرمشة يعني إلا تبعتوا الخطوات كما قلت لكم تحاس من ضيفوا الكيلة لازم تكون معمرة بزاف عوضوا هذا كمية العلمة وحجنوها جيدا أيضا حجنوها بلا ماشينابات يمكن تحضرها بالحلال ولكن إلا عندها آلة البقلاوة يكون أحسن ها هي النتيجة مورقة ما شاء الله يعني من البلا ومقرمشة نتمنى تحضرها وتأكيد تحصلوا على نفس النتيجة تحضرها بإن الله في المناسبات ها هي شوفوها من الداخل يعني ما شاء الله مورقة يعني ورقناها كما رحلتم بالميزينة وفي الأخير نتمنى الفيديو لإعجابكم ورضاكم إذا كان كذلك ندعوكم الاشتراك مع تفعيل الجرس وأترككم في رأي الله وحفظه السلام عليكم شكرا